وخلال طرحه رؤية مصر بشأن المجالات الواجب التركيز عليها خلال المرحلة الراهنة أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أزمة الغذاء وتبعاتها وعلن رئيس مجلس الوزراء استعداد مصر لصدافة مركز عالمي للتوليد وتخزين الحبوب بما يصهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية واسمحوا لي أن أستعرض رؤية مصر بشأن المجالات التي نرى أهمية التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة وهي كالتالي أولا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهها الدول النامية اليوم وهي أزمة الغذاء وتبعاتها وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يلبي حاجات الدول النامية بالإضافة إلى تطوير الزراعة والصناعات الغذائية وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرأي الحديثة المستدامة هذا بالإضافة إلى استعداد مصر بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية